لقد كنا بعد الفاصل وضمننا فقرتنا الحوارية كابتننا الكبير ومحل الرومنتادة كابتننا الكبير كابتن ضياء السيد كابتن ضياء مزاك يا بيبس مساك الفل وحش دي واستمتعوا ببساطة لما عرفتنا حركة موجود ربنا يخليك حبيبي منتخضنا الوطني في مباراتين مش وديتين احنا دايما بقولوا مبارات وديتين كانت كويسة انا مع الارض الواقع بقى مبارات جيبوتي وسرليون شفت المبارات اللي ازاي بتشكلها بأداءها بأهدافها بثلاث نقاط وننتقل الى مبارات اخرى اللي هي مبارات سرليون اللي خارج الارض على ملعب ترتان قلنا اه ماشي وبعض الامور وتغيير بعض المراكز وكان برضو عدد كبير خمس مراكز شفتها برضو ازاي هو طبعا البداية منفقة جدا ان احنا خدنا ست نقاط دي حاجة كويسة لانه دايما البدايات بتخليك يبقى الدفع اعلى في اللي جاي خصوصا نتائج المجموعة حطتنا اه اول مجموعة بست نقاط وبعدين بوركينا فاس وهنا الاستوائية اربع نقاط مبارات جيبوتي كانت مباراة اه كويسة جدا الفرقة خادت الامور بجد وعمل حسابها وكان فيه تشكيل مناسب جدا وكان فيه روح عالية وتصميم احنا يمكن تقريبا في اول خمس دقيقة ده يعنا جنين فكان باين التصميم على ان البداية تبقى موفقة يعني مع فرق المستوى طبعا الكبير ده كان برضو احترامك للمنافس ايا كان وهو في المجموعة وهو على حساب وهتوصل ان شاء الله كاس العالم ان شاء الله فالمباراة كانت مكتملة فيها حاجات كلها معظمها ايجابيات حاجات ايجابيات كتيرة جدا صلاح جاب اربع تجوان تليفزيجي سجل كالعادة عايز اقول مصطفى سجل برضو ضيع كتوقفة معا شوية لكن سجل نتيجة عالية رسالة كويسة وهي المفروض تزيد اكتر من كده لكن ستة ورضو رقم كبير في المعادلة فمباراة جبوتي كانت مباراة كويسة جدا وتقدت بشكل مثالي وهي طلعت باجابيات في كل النواحي تلات نقاط سكور عالي ابنك حبيبك بيهدد صور هاترك التلات فراودة انا هقول التلات فراودة انهم يجيبوا اهداف دي حاجة كويسة ما فيش حاجة وصلت للشناوي فهي كلها ايجابيات جبوتي انتقلنا لا خانيا برضو في جبوتي يا كتني بالنسبة لمحمد صلاح دايما حركة بتتكلم انا وانت على صلاح دايما ونعرف انك كنت متبني لا ما بتبنيه خلاص بقى ما فيش لا ولا برضو ما زال هو ابننا طبعا الشعور الاب والابن اللي سعيد بيه وفرحان بيه طبعا سعيد بيه هو وكل زميله يعني طبعا صلاح حالة خاصة يعني بتحكيلي قبل البرنامج بقلتلي ان احفادك رحوله المرة اللي فاتت انا عارف اولادك بتربطهم بيه علاقة بتبقى سعيد يا كابتن لما تبقى دايما شايف حد انت كنت جزء وسلمت جزء بص هو صلاح ما اصبحش بيسعد دي السيد فقط لغير طبعا انا بقى في قمة سعادتي بنجاحه بقى اي حاجة بنجاحه لكن صلاح بقى بيسعد ملايين في يعني اضافاته في السعادة اضافة كبيرة يعني فهو ما بقىش بيسعدني وبيسعدك فهو بقى بيسعد ملايين انا المعسكر قبل فات خدت بالنوت ورحتله وتصورنا معافة طبعا حاجة ده شرف فهو بيسعد ملايين فكل حاجة كويسة دايما بتجي من صلاح بتسعدنا وبنشعر بالفخر فيها وحاجة جميلة حتى في المبارات التانية يعني مبارات سريليون في ليبريا انا كان عندي يعني وجهة نظر او انتقاد لان البلد اللي رئيسها كان احسن نعب افريقيا يعني يسأل العالم جرجوية طبعا يلعبوا عن ملعب ترتين سنائي ده اعتقد حاجة دي بحاجة برضو لطلق بص معظم هتزل يعني برضو ليبريا من الدول اللي هي مش ودي كان مشروع للاتحاد الافريقي وعمل ملعب كتير مش كل الدول اللي هي بتقدر تحول لعشب تنزانة يا كبت مسلا بتلاقي عندهم ملعب على اعلى مستوى لا السنغال عندها سنغال كويسة جدا جنوب افريقيا انا بقولك مش كل الدول حسب حسب لا احنا دايما بنقول ما حد عنده خلفية رياضية بل انت كنت احسن لعب في العالم وافريقي ورئيس دولة حالا اعتقد برضو ادي كان عمل ملعب عشبي يعني او استادي لكن ما تعرفش مقدار الدولة ماليا معظم الدول الافريقية يعني بل اول ما كانش فيه حاجة كده احنا في التمينات اللي عمنا في حاجات تانية خالص رغم ان عندهم الطبيعة والمطرة والارضية حاجة عامة صارك بالك بس يفتقروا المال برضو الانكانيات كلها دي ملعب كمان معمولة منحة عشان ما تاخدش وقت وتتعمل وما يبقاش صيانتها دورية هتحتاج اموال بيفضلوا يعملوا الملعب النجيل الصناعي المورة الاخرى اللي كانت مباراة او المورة التانية اللي كانت مباراة سلليون شوفنا تغيير في تشكيل لخمس لعبين شايفت تغيير ده مبدئيا الرقم ده كان كبير شوية في تغيير يعني هو مش كبير باعتبار انه انا بشوف كنت الخمسة وعشرين لعيب اللي اختارهم كلهم يقدروا يلعبوا اي مباراة خب بالك انه انت بتتعمل مع منافسين يعني منافسين المجموعة كلهم أقل منك بدرجات كبيرة يعني انك القائمة بتاعتك الخمسة وعشرين اي حد كان هيلعبك انها هنحقق ان شاء الله نتيجة كويسة